صعب علي أن أعلقوا عن جريدة محترمة Financial Times التي تنشر مثل هذه الأكذيب وأخبار غير مؤكدة لأنه إذا الشركة اليمنية تعمل نشاطات لتعبع لإستجار المتطوعين إلى حرب في أوكرانيا أنا لا أصدق ولا كلمة واحدة من هذه الأخبار أولا نحن نستمع على أخبار أن هناك عشرات الألاف من كوريا الشمالية جائن إلى جبط مكافأة أوكرانيا والآن إدافة إلى كوريا الشمالية وجدنا هناك متطوعين والمرتزكة من قبل اليمن من حسين هذا كسب بنسبة لكوريا الشمالية وأكيد 100% كسب بنسبة لدرورة وجود اليمنين في أوكرانيا على جبال روسيا لماذا؟ لأنه نحن نفهم جيدا أن مناخ في يمن ومناخ في روسيا اليوم في الشتاء تفاصل الشتاء مختلف تماما بدلا من عشرين فوق الصفر وصلوا لعشرين تحت الصفر وفي ملابس كما تبينه مش شتوية أبدا لذلك هذا استفزاز واضح وهذا من أصريب الحرب العالمية خلينا أقول لك لماذا يعني هم يقولون مثلا يعني اسمح لي أنا أضع أمامك كل المبرات ولك حرية الرد طبعا هم يقولون أن العلاقات ما بين الروسيا والحوثيين عبر إيران قوية في البحر الأحمر وكانت هناك اتهامات بأن الروس يساعد الحوثيين في البحر الأحمر عبر معلومات مخابرتية وشيء من هذا القبيل وبالتالي العلاقة قد تكون موجودة يعني منطقيا أنها تكون موجودة بين الحوثيين وبين الروس علاقات موجودة بلا أي شك وعلاقات رسمية علاقات رسمية عبر سانة عندنا صفير روسي في أريات اللي كان مسؤول عن علاقات ومن وقت للآخر كان بزيارة عاصمة يمنية وانتصالات موجودة ملحوثة لا شك ولكن الروسيا برية أنه لا يمكن أن يطوع يمنيين لمكافحة لحرب في أوكرانيا أولا الآن في موسكو سالج وملابس اللي يلبسونها الشباب كما يقولون أنهم من اليمن لا يتحملوا برودة اليوم اليوم صباحا كانت عشرة تحت الصفر غدا يمكن سيكونوا أكثر وأكثر أنا لا أتصور كيف ممكن روسيا تلجع إلى المساعدة المقتلين من اليمن لدي روسيا موجودة جيش جيش مؤلف من فصائل روسية روسية ليست فقط جنسية روسية هناك جيشن، هناك داكستان، هناك باشكير هناك داتار، تووا هناك جمهوريات عديدة مختلفة الإسلامية وكل موضوع تجهيزهم للقتال تبدأ من الملابس هذا الملابس اللي نحن نشاهده في شاشة هالملابس تتجاوه وظروف الجوية كاسة في ظروف الشتاء عشرة تحت صيف، عشرين تحت صير صالح أو حتى مطر مع صالح هذه الصور اللي بتكلم عليها سيد باتوزوف يعني لكن ممكن كانت في الصيف هذه الصور سيد باتوزوف أنا أرفض رفضا قاطعا عن وجود أجانب يمنيين في صفوف قوات الروسية هذا ليست الخبر الصحيح وفأنا بكل احترام لجريدة فينانشلل تايمس أنا أشكو أنا سمعتها لأن هذا تضر سمعة الجريدة أو لكل شيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر